تواصل أجهزة وزارة الداخلية تطبيق قراري سحب لوحات المركبات التي تعرقل السير وحجز رخص قائديها مسجلة 281 مخالفة فيما حجزت إدارة المرور حدثا و41 مركبة وحولت مقيما للإبعاد لقيادته مركبة دون رخصة الداخلية أوضحت أن المخالفات التي سجلت بحق قائدي الدرجات تضمنت حجز الرخصة لثمانية أشخاص وحجز لوحة واحدة دراجة ربعية واحد بالإضافة إلى حجز 29 باصا استخدم المركبة بغرض الأجرى أو القيادة بوثيقة تأمين منتهية